السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم ازايك عمدين ايه ربكنا بخير وعن دراسة سعيدة عليك وعلى أولك وأجمعين معي هنا حرف الألف زي ما انتوا شايفينه كده طبعا كثير مننا من بعرفش يعمل يعني انه شاط مدرسي خصوصا لما يكون بمنعك الجيدات بتاع الدراسة اللي هم زي كده بيبقى بيبقى المعلمة تطلب من من ولي الأمر أو من التلميذ انه هو يجيب كراسة رسم ويعمل نشاط مدرسي على الحروف العربية أو الأرقام الإنجليزية أو مثلا إي بي أو مثلا نشاط ديني زي ما انتوا شايفين كده عالية الأنشطة المدرسية بتتركز في السنة الأولى من الدراسة ده دوق بالنظام الجديد فانا عاوز أقول لكم بقى هنا أنا هعمل معاكو حرف الألف زي ما انتوا شايفينه كده أنا عندي هنا بيتي الكلمات يعني من ألف لحد الياء منها الكلمات وأشكالها مثلا بالرسومات والنطق بتاعها زي ما انتوا شايفين كده أنا عندي هنا كتاب العربي سنة أولى ابتدائي عام 2023 وعندي هنا كراريس رسم اللي هو النشاط فهبدأ معاكو هعمل أول نشاط موابوط بأول صفحة للمدرسة اللي هو حرف الألف معايا هنا بيتي الكلمات ده كتاب أديم كانت بنتي واخداب في كيجيتو زي ما انتوا شايفين كده هنا الحروف من الألف لحد الياء فهبدأ معاكو بقى أنا هاخد منه أو أقص منه الأشكال اللي هي على حرف الألف أو حرف البق أو حرف الدق وهعمل منه النشاط بمعنى ان انا هجيب كتاب أديم فيه أشكال بالشكل دوق على حرف الألف وهقص منه الحاجة اللي أنا عاوزها أعمل منه النشاط بكل سهولة من غير مرسم أو أتعب نفسي فيه طبعا هنا طبعا فيه هنا عندنا الألف بيبقى ألف فتح أ أرنب وألف كسر إبرة وألف ضمة وأزن زي ما انتوا شايفين كده هنا التشكيل بيختلف بنطق وبرضو بنفس الحرف هو هو الحرف بس بيختلف من فتح وقصر وضم وسكون يعني هنا معنا الألف أسد أو ألف أرنب آ بالفتح وهنا معنا برضو ألف أرنب بالآ بالآ بالفتح هنا مасибо بالكسر هنا مثلا عندنا أسنان بالفتح هنا عندنا أصبع بالكسر فطبعا هو هو الحرف أو هي مثلا إيه الكلمة بتبدأ بحرف الألف بس بتيختلف في التشكيل بمعنى لا فتح لا ضم لا قصر لا سكون فأنا هنا هفتح معاك بقى هنا كتاب العربي قول بسم الله طبعا ده نشاطي المستلبا من بنتي سنقول السنة دي ربنا ينجح أولادنا أجمعين معنا هنا بيقولك هنا إيه عاوزين هنا الحرف الألف الكلمة التي بها حرف ألف وهنا طلبين منك الصورة اللي هو ايه صورة التلميذة أو التلميذة هنا مثلا معنا قال وقالت هنا مذكر ومؤنس فبيلون قال وقالت وهنا مثلا معنا باب الألف هنا بتتركز بنصف الكلمة ومعنا طبعا حرف الألف هو كله هنعمل عليه النشاط بتاعي النهاردة طبعا أرنب وهنا بتركز بفقر بس هتيكي بنص الكلمة طبعا بطة لأ مش مكتوبة دي حرف البق معروفة ومثلا قلم أو أقلام بتبدأ بحرف الألف وهنا طبعا إيه؟ بيقولك حرف الألف دعا على الإيه دائرة وهنا عندنا مثلا ألف فاتح هنا أرنب ألف ضم أذن ألف سكون رأس بتجيب نصف الكلمة وألف كسر إبريقا زي ما أنتوا شايفين كده بنضع هنا حرف الألف في أول يعني مثلا بأول حرف يعني مثلا اللي هو مثلا أسد عندنا الألف في أول إيه؟ الكلمة اللي هو نحط ما كانها نقطة هنا فقر الألف في نصف الكلمة هنا كأس برضو بنصف الكلمة هنا رأس دي نحط دائرة حول حرف الألف فهنا نحط هنا رأس ألف سكون ألف ساكنة ألف فاتحة ألف ضمة فبتيجي بكل كلمة بالتشكيل اللي هو بيبقى وموضح لكلمة نفسها طبعا معنا هنا فتح والضم والكسر والسكون ومعنا هنا بنحط الألف في كل كلمة بس بمعنها أو بنطق الصحيحة لها يعني مثلا لو بالضم أو بالسكون أو بالكسرة أو بالفتحة فمنحطها بالتشكيل اللي هو واضح لكلمة عندنا بقى هنا الكتاب اللي هو دوك المستخدم سابقا اللي بنتي كان معاه في سنة تامية مثلا في كيجي تو زي ما انتوا شايفين كده فده طبعا حرف الميم اللي هو الحرف اللي هيجي بعد حرف الألف في الكتاب أنا هبدأ بقى معاكو هنا أقول بسم الله وعمل معاكو إزاي أعمل نشاط بحرف الألف سهل جدا أي كتاب عندك أو أي رسمة بتدل فيها أو بتيجي فيها بنطقها حرف الألف فانت فيه بتقصيها بالمقص وبعد كده بتلزقيها بكراسة النشاط هي عبارة عن كراسة رسم وبتلونيها لو هي مش ملونة وبتكتب الألف بتاعتها بالتشكيل الواضح للكلمة زي ما انتوا شايفين كده طبعا أنا هقص الأسد والأرنب والإبرة والأصبح طبعا معا المقص وهبدأ بقى معاكو أقصها ومعايا هنا برضو إيه؟ الفوم فطبعا لو مش عارفة تكتيب حرف الألف فبتقصيها بالشكل ده بتكتيبها بالرصاص بدهر الفوم وبعد كده بتقصيها وبتشكلها على طول يعني بنكتيب هنا معينا قصت هنا حرف الألف والعمزة وحطها بنصف الصفحة بالشكل ده وكتبت بقى بإيه؟ بنفس اللون اللي هو الفوم اللي هو حرف الألف بأربع الأشكال يعني مثلا ألف فتح وألف قصر وألف ساكنة وألف ضمة وحرف الألف اللي هو الفوم بالشكل ده وكتبت في نصف الصفحة عشان يدل على حرف الألف بالتشكيل وفي الصفحة التانية خدت رسمة كده نسبتها يعني لزقتها وكتبت حولها الحروف حرف الألف بالتشكيل وهنا برضو قصيت الأرنب والأسد والأزم والإبرة ولزقتها هنا بالشامع وطبعا عندي الألوان لو انتهى بالشكل دوك وكتبت الحروق الكلمات اللي بتدل على الكلمة نفسها يعني مثلا أرنب أسد إبرة أزم يعني جت التشكيل معي وكتبتها مع الحروف وهنا لزقت الصور بكل سهولة زي ما وضح أمامكم وهنا بقى هكتب بقى معي هنا حرف الألف بالألوان طبعا دي حاجات إيه؟ سهلة جدا وبسيطة طبعا بتسعد التلميذ أو بتخلي الزاكرة عنده بتقوى خصوصا لو هي بلسة فكيجي أو مثلا بسنة أولى دي بتبقى مطلوبة منها لو المعلمة بتهتم بالنشاط المدرسي ودوك الموضح في الكتب المدرسية اللي هي النظام الجديد إن هم لازم يعملوا نشاط مدرسي أو بيهتموا أكتر بالرسومات زي مثلا اكتشف دون عن ذلك إن هم ذكروا الرياضة في كتاب اكتشف لهم بياخدوا أكثر في المشاهد أو بالصور ويعبروا عنها بالصور أكتر من الكتابة فانت لو كتبت مثلا حرف الألف أو أي حرف من حرف الأبجادية بالشكل دوك وهسهلها على بنتك أو بابنك بنفس الوقت هفرحي بنشاطه وطبعا هيبقى مميز والميذ طبعا بتبقى طلبة منه وده هيفيده برضو بأعمال السنة أو بتقدمه في الدراسة وبيوضح لي أن الألف بالتشكيل مختلف بالنطق وبرضو بيبقى مختلف مع الكلمات يعني الكلمة بيجيب فيها ألف فتح A زي أرنب وأسد وألف قصرة E زي مثلا إيه هنا زي ما أنتش شايفين كده إبريق ألف دم أو مثلا هنقول مثلا أزن وهنا ما تنسوش بعد تدسوا لايك لو أنت يدي ذاك أو في القناة أو أول مرة شوفين القناة وتفعيل الجرس وإلى تحكيبكم الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته